السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اهلا بكم موديل النهاردة بسيط وسهل كالعادة قماشي الكريب سعر متر اربعين جنيه انا النهاردة محتاجة متر ونص وهيفيد منه كمان بحوالي ستين جنيه تمام طيب القماش بتطبيقته زي ما جه اهو وبتطبقه بالنحية دي على اربعة لو انا مش هركب سوستة فانا بشتغل من ناحية المقفولة ولو انا هركب سوستة واسيب الظهر مفتوح فانا بشتغل من ناحية المعاكسة لها بمعنى بصوا كده زي ما نفرد القماش اهو انا بساوي القماش كده تمام لو مش هركب سوستة فانا بشتغل من الناحية المطبقة المقفولة اللي نجدي اهو لكن لو انا هركب سوستة فانا بعكس خالص بصوا بعمل ايه بروح واخد القماش بالشكل ده ومطبقه بحيس انه يكون فيه مكان للسوستة الواحد سانتي كن للسوستان تمام وبساوي بالمسطرة وانا افضل سوستة في الموديل ده لانه المفروض يكون متكسم ودايق ما يكونش واسع بس مش دايق قوي يعني لازم نعمل حساب الخطور طيب بطلع كده بواحد سانتي علشان السوستة يبقى الجزء المفتوح ده عرفنا نقل السوستة وجزء المقفول ده لمكان الامامي باخد خط الظهر خط الظهر عندي تلاتة وتلاتين بقسمه على اتنين ازود واحد سانتي يا جماعة عشان الخياطة علشان ما تلخبطش وانا بقص تمام يبقى انا اخدت قياساتي بالخياطة اهو بقى انا كده زودت الواحد سانتي وبنزل بنفس المساحة بنفس الخط بصوا نفس تانية المزورة تمام اهو تمام وبطلع من خمسة لستة سانتي الموديل ده مناسب لسن كام اتناشر سانة اهو ومناسب لأعمار كتير جدا بس المهم ان انت ايه كل ما يعني مسلا اتناشر سنة سنة للقياسات بتاعتي لو هعمل قياس اربعتاشر سنة بزود اتنين سانتي ستاشر سنة بزود اتنين سانتي كمان يعني كل سنتين ازود اتنين سانتي وبعمل الدوران بالشكل ده وما نساش سقوط الكتف بيكون واحد ونص سانتي دوران الرقبة هنا هيكون عندي ستة سانتي معظم القياسات دي بتكون عندي سابتة وما بغيرهاش كتير لانه القياسات العمومة ان الاطفال يعني ما بتكونش الارقام بتاعتهم متحركة قوي الموديل بيلبسوا كزا عمر وكزا سن تمام وبنزل كده تلاتة سانتي آآ كلها الامام والخلف وبعمل تعديل بقى وانا بقص تمام اهو طيب شوفو انا ما عملتش حاجة انا يعني حاجات بسيطة اللي باخدها بالارقام مش بطرون ابدا ابدا بقص كده اهو وبنزل على دوران الرقبة اهو بصوا انا اخذ الامام والخلف فوق بعد بنفس القصة تمام بقص دوران الكتف اهو تمام ده الدوران اهو طيب بصوا بقى هنا لو انا عايز اعمل تكسيم بروح عايزها من فوق لغاية الوسط كده يعني باخد مسلا انا اخد من الابدا هاخد انزل سبعتاشر سنتي لو انا هنزل من فوق هاخدها اربعة وتلاتين سنتي هزول واحد سنتي بس على آآ قياس بتاع عرض الكتف اهو بصوا كده سبعتاشر سنتي وروح دخلة بس حوالي ايه اتنين سنتي كده بالآ بالمقص وانا مسك اهو ايه مش محتاجة ان انا عمل لها خطوات لوحدها بصوا اهي وروح نزلة بالتكسيم وروح نزلة ايه بالدوران بالشكل ده لغاية نهاية الموديل اهو بالشكل ده تمام اهو بس كده الزيادات فضلا وليس امر ان اعمل لايك يا جماعة شارع الفيديو انا بالزل كده الواحد سنتي بتوع السوستة طبعا بالزلهم لاخر الموديل خالص مهم اوي انتابع الفيديو للنهاية علشان في حتة مهمة بتاعت الفينش اللي دايما بتسأل عنها اتلاقوها هنا يعني ايه حاجة يعني ايه مش مكررة زي كل ايه او بمعظم الفيديوهات يعني كل مرة في كل فيديو باعمل لكم طريقة بسيطة شوية علشان خاطر اه يبقى في اختيارات قدامك تقدر تعمل الطريقة اللي تشوفيها اسهل. بكمل اهو. كده عملت الامام والخلف هفصلهم بس من بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ايه وصحبه اجمعين. بصوا انا بزاود دوران الرقب الامامي. بصوا هنا بطرون الاطفال يا جماعة. اه او موديلات الاطفال عموما لا بيبقى فيها عمق ولا بيبقى فيها التكات بتاعة الموديل الموديل الحريمي. يعني نظر الاختلاف الاكسام وتقنيات الاكسام من بعضها فده بيحصل التعديل لكن الاطفال لا. اهو. انا اخدت حتة القماشة وطبقتها واخدت عليها دوران الرقب الامامي بالزبط. بالزبط اهو. ما فيش اي تعديل. بصوا. زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بيكون السجاب بتاع دوران الرقب الامامي. اهو. بصوا كده ازاي شكله? الموديل بتاعنا النهار ده مفوش اكمام. مفوش حاجات صعبة. لكن كمان لازم تتمرني عالسوس ده. اهو. بصوا باخد الدوران بالشكل ده. نفس اللي انا عملته في الامام هاعمله في الخلف دلوقت. ده بيع مع بعض الخطوات اول باول بصوا. من غير اقلام ولا ماركول اي حاجة. اهو بالمواصل. القماشة اصلا بتلزق لوحدها. اهو. وبنزل بالشكل ده كده. تمام. اول حاجة هاملها طبعا معاكم الفينش هنا عشان بيكون آآ محتاج شوية يعني انتباه. نتبه يا سيدة لو سمحتوا. نقوم نطبق حالا حجة قماش هنعملها بالشكل ده. انا خيطت دوران الرقب. بس. مع الفينش بتاعه وعملت له تفتيح. وش القماش? على وش القماش. بصوا كده عملت له تفتيح ازاي? اهو. بالمص قبل الخياطة طبعا. اهو. تمام? بصوا. اهو. بعمل لها كده خياطة او بكويها. ممكن احطها احطت لها فازلين. هتلزق جامد وتبقى زي الجاهزة بالزبط. اهو. بصوا. الخياطة بتثبتها. والمكوة مهمة جدا جدا في شغلك زي ما قلت لحضراتكم. طيب. الخلف برضو بيتعمل بنفس الطريقة. ولكن انا اجلت الخلف شوية عشان اركب السوستة. يعني انا عندي دوقتي مهم ان انا يعني نشوف تركيب السوستة مع بعض. انا كده بقفل الظهر. لان الظهر مفتوح. ده الواحد سانتي اللي انا اخدته اهو. هو اللي انا بقفل بيت ضهر. طب ليه اصلا يعني اصناعنا مفتوح طالما خياطه? لأ لازم نخياطه في الظهر طالما هيكون فيه سوستة اي عباية يكون فيها سوستة لازم تكون مفتوحة من الضهر. وبتدي راحة كمان في الحركة. اهو. تمام? طيب سايبة مكان مفتوح اهو. مكان السوستة لو السوستة عشرين سنتي بتبقى عشرين سنتي لو هي السحرية الطويلة ياريت طبعا بس تلامها مش متوفرة خلاص مش مشكلة اي سوستة تنفع. المهم نشوف التركيب. بصوا بقى اهو. طرف السوستة بصوا لازم ابقى عارفة. لان فينا كتير تقولك اه السوستة بيبقى طرف اعلى من طرف. لما اقفلها. طيب ما هنا لازم احدد مكان السوستة من ناحيتين هبدأ ازاي? ابتدي من اول السوستة ورياح نفسك لان دي بيتوفر معاك وقت ومجهود وكمان بتطلع لك النتيجة احسن وما بيبقاش فيها كلكاعة خالص. بصوا. تركيب السوستة بسيط ازاي? اهو. دواسة عادية انا ما غيرتش الدواسة. عندي دواسات للسوستة بس انا مش جايما بستخدمها. ده كده طرف السوستة. الطرف التاني نفس الحكاية. اهو. اهو. طيب هنا بقى هركب الجزء الفنش بتاع الخلف اللي قلت لكم هأجله وغيرت مركب السوستة. وطبعا كان ينفع هركبه قبل السوستة. اهو بصوا دي الطريقة. تحط ده على مكان بتاعه اهو بالزبط. واخيط ولازم اعمل التفتيح. قماش كريب بسعر متر اربعين جنيه. على فكرة آآ في قماش بيبقى بسعر اقل من كده. بس بتفت يعني بتختلف من المحلات لبعضها من الاماكن لبعضها والمحافظة لبعضها طبعا. يعني دور دايما تدوري على الارخص. اهو. اهو. بركب الناحية التانية بنفس الطريقة. بصوا بقى كده. واروح ايه? ممكن اخيطها بالشكل ده. بس طبعا كنقبل مركب السوستة. واعمل التفتيح اللي انا قلت لازم مهم جدا بيريح الخياطة. تمام? بصوا بقى اهي. بالشكل ده. واجه هنا عند الجزء بتاع السوستة ده واتنيها باتنيها مع طرف السوستة. اهو. واروح ايه? مطبقها كده على السوستة واروح مخيطاها. بس هو يتاخد سن السوستة معاك وإلا الموضوع يبوس. اهو. اهو. كده باخد بقى ايه? الدوران كله خياطة كده من فوق. دوران الرقب الامامي وخلف عشان يديني شكل كويس. انا كده بخيطت المكان بتاع السوستة اهو. نضف الخيط كويس جدا جدا جدا. تمام? كده خلاص خلصت السوستة وخلصت الفينش كله. طيب هاخد بقى الاكتاف. بصي بقى. ركزي معاي. نكمل بقى فينش بتاعنا. الفريدي بقى الجزء كده بالبطانة. اهو. افريدي بالبطانة. وخلي البطانة تتخيط مع بعضها والكتف مع بعض. بصوا. اهو. الاكتاف كل كتفة على الكتف اللي اللي معاه. والبطانة بتتخيط منفاصلة برضو مع مع نفسها كده عشان تديك شكلة حلوة. اهو. بصوا. اهو. شايفين كده نتيجة يبقى ما فيش عندي خيطة على الاكتاف. ما فيش عندي في دوران الرقبة ما عنديش اي شكل الخياطة في اي مكان خالص. تمام? طيب. الناحية التانية نفس الطريقة. زي ما حضرتكم شايفين? تمام? بصوا. ده الشكل اللي يرضيني. ده الشكل اللي احسي من خلاله اني عاملة حاجة او موديل حلو لما حد يفتحه من جوة لا ازا يبرة ما فيش فيه خيوط ما فيش فيه اخطاء ما فيش فيه اغلاط فده الشكل اللي يرضيني في الموديل واحسي ان انا خياطته مبسوطة جدا. اهو. زي ما حضرتكم شايفين? شيل كل الخيوط. مكوى مهمة جدا جدا. بصوا بقى لايبت يا جماعة. مش محتاج افتكاس. انا مش محتاجة لا اجيب شريط تاني ولا اعمل سجاف تاني. انا لو تانيت وتانيتت وغنانين جدا جدا هنا هيديني الغلط ويبقى كفة ووفة ما فيش اي مشكلة خالص خالص ويديني نفسي نتيجة واحلى كمان. طيب. اه شكرا على تشجيعكم على دعمكم على تعليقاتكم المحفزة الجميلة. والحاجات اللي بتطلبوها ان شاء الله كلها اه ان شاء الله في اغراف فرصة اقدر اه يعني اصورها كلها بازن الله. ولو عندكم اسئلة حطوها في التعليقات وان شاء الله اجاوبكم عليها في فيديو منفصل. بصوا اهو. ما فيش اي مشكلة في الموضوع. بخية الناحية التانية بنفس الطريقة. اهو. تانية تنسوا غنانين فوق بعض. اهو. زي ما حددكم شايفين? تمام. طيب هخلط هحط البقى خلص كده الايبت على بعض واحط الايبت كده على بعضه عشان اخيط. اهو. لغاية اخر الموديل الاسفل. اهو. بتني الموديل من اسفل تانية فوق تانية. ازا اقول لكم موديل مريح جدا وغالي جدا جدا جدا. وكل البنات دلوقتي رفسينه سواء في الجامعات او سواء البنات الصغنانين او حتى الكبار موديل مريح اوي اوي قطع واحدة ويتلبس عليها جاكت جينز جميلة جدا وبسيطة. جاكت جينز كمان عملنا من بانطلون قبل كده هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. واتمنى يكون الفيديو بسيط وعجبكم الوردات شكلها جميل ولونه جميل جدا. انا بحب الحاجات اللي فيها ورود عموما. واتمنى يكون الفيديو اعجبكم واشكركم جدا جدا جدا. عايز ارقيكم بكل صراحة. واتنسوش يا جماعة اللايك بيفرق معنا والشير وتعليقكم كمان بيفرق معنا جدا. واترككم في العاية اللا مع الموديل الجميل. كل سنة وانتوا طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.